استقبل فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمقر إقامته الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله أهل خليفة وزير الداخلية وقد رحب فخامة الرئيس السوداني في بداية اللقاء بمعالي وزير الداخلية واستعرض معه العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها كما أكد فخامته أن هذه الزيارة ستفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على شعبي البلدين وأكد فخامة الرئيس السوداني أن جمهورية السودان تكن كل التقدير والاعتزاز لمملكة البحرين وأشاد معالي وزير الداخلية بالزيارة الناجحة التي يقوم بها فخامة الرئيس عمر البشير لبلده الثاني مملكة البحرين ومحثاته مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي ستسهم بإذن الله في توثيق وتوطيد العلاقات البحرينية السودانية على كافة الصعود منوهن معاليه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والزيارات بين كبار المسؤولين بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين كما أثنى معالي وزير الداخلية على المواقف المشرفة لجمهورية السودان الشقيقة تجاه مملكة البحرين معربا عن ثمنياته لعلاقات البلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والتطور ولجمهورية السودان وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والرفعة